مشاورات ستوك هولم تدخل مرحلة التباين الخطير في موقف طرفي الحرب والأزمة في اليمن يأتي ذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام الذي طالب بالانتقال إلى مرحلة الحل السياسي الشامل موقف يراه المراقبون محاولة من جانب الحوثيين لتجاوز متطلبات بناء الثقة التي تشكل اختبارا مهما لنوايا الطرفين ولقياس مدى جديتهم في الذهاب نحو سلام شامل ودائم في البلاد أمضى وفد الطرفين أكثر من المدة المقررة حتى الآن في ستوك هولم والنتيجة الوحيدة الملموسة هو الاتفاق على تبادل القوائم الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمفقودين في غضون اسبوعين تقريبا مع بقاء التباين ماثلا إزاء العديد من القضايا المتصلة بجهود بناء الثقة ودون ثقة بإمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع خصوصا إذا تعثرت هذه المشاورات تبادل قوائم الأسرى إنجاز دفع بالمبعوث الأممي إلى اليمن مرتن غريفث إلى كيل عبارات الثناء كعادته للوفدين على المناقشات الجادة والبناءة التي يعملان بها اعتمد مكتب المبعوث الأممي آلية طويلة النفس لبحث قضايا بناء الثقة عبر الإعاز للوفدين بتشكيل مجموعات عمل داخل كل وفد لبحث القضايا ذات الأولوية حيث شكل الوفد الحكومي ثلاثة مجموعات عمل تهتم بقضايا الأسرى والاقتصاد وحصار التعز فيما شكل الحوثيون فريق عمل واحد حتى الآن يركز فقط على الحل السياسي الشامل على نحو ما صرح به رئيس وفد الجماعة وباستثناء قضية رفع الحصار عن محافظة تعز التي يعتبرها وفد الحكومة أحد أولوياته لا أولويات جوهرية يتمسك بها هذا الوفد بل إن ما يثير استغراب المراقبين هو هذا الحرص الذي يظهره وفد الحكومة على مناقشة قضية تسليم جثة الرئيس السابق مع الوفد المقابل ونصفه يمثل حزب صالح نفسه مشاورة ستوكهولم تدور حول قضايا تستدعي التوافق حولها قبل الانتقال إلى بحث القضايا الأساسية المتصلة بالحل الشامل وضع كهذا قد يكتفي معه المبعوث الأممي بالادعاء بأنه جمع الطرفين في جولة جديدة وحملهما على إبرام اتفاق لإطلاق سراح الأسرة لم يرى النور بعد في حنجرة تنفيذ صفقات مماثلة على المستوى الميداني دون مشاورات كهذه التي تجري تحت أنظار العالم ترجمة نانسي قنقر